مساء الخير في بنات كتير مش عارفة تتجوز بسبب إن الواحدة منهم هي الصغيرة وأهلها رأسهم وألف سيف لازم يفرحوا بأختها الكبيرة الأول يا إما مفيش جواز هي دي عادتنا وتقالدنا إنه ستقول علينا إيه إذا كان في حد ابن حلال عايزك وشريكي يبقى لازم يستنى لما نتطمن على أختك الكبيرة الأول يا إما يتجدعن ويشوف لها عريس عشان جوازة تكمل الكلام لا شفناه كتير في أفلام ومسلسلات ده غير اللي بيحصل بالفعل على أرض الواقع لكن اللي حصل في حكاية ردوة بطل القصة حقيقة النهاردة كان أغرب من كده بكتير لما جي حد بتحبه وبيحبها عشان يخطبها اتفجأت ماموتها بتقول لها استني أما شوف الأول موضوع جوازي أنا تعالوا نسمع الحكاية من أولها ونشوف ردوة بعتت تقول لنا إيه اسمي ردوة وعندي 25 سنة أبوي وأمي منفصلين من زمان من قبل حتى ما تولد فتحت عناي على الدنيا لقيتهم سايبين بعض من وقت ما ماما كانت حامل في كان فيه بينهم مشاكل كتير قوي معرفوش يحلوها فسابوا بعض وعيشت وتربيت مع أمي في بيت أهلها على إيد جدي أبو أمي ونينة اللي كانوا أحن علي من الدنيا بحالها وبصراحة اللي عيشة معهم كانت جميلة وكت مرتاحة مش ممكن أنكل خيرهم علي في الوقت اللي ما كنتش عارفة أي حاجة عن أبوي خالص ولا هو كمان كان يعرف عني حاجة اتربيت وتعلمت عندهم أحسن تربية وأحسن علام بس جدي توفى وسبني وأنا في نص الطريق كنت ساعتها لسا بنت صغيرة في إعدادي وكان الله يرحمه كل حاجة بالنسبة لي حسيت وقتها أن حياتي مش هتمشي زي ما كانت وجلت متأكدة أن في حاجة لازم هتحصل إيه هي؟ مش عارف ماما طول الوقت طول ما هو عايش وبيربيني كانت كويسة جدا معايا ما كانتش مخلياني يناقصني حاجة وبعد ما توفى كانت هي الأم والجد مع بعض وفضلت عايشة في حضنها هي ونينة وكل ما كان يتقدم لها حد ويطلبها للجواز كانت بترفض وكانت بتقول لكل اللي حواليها البنت بدأت تكبر وبقت عروسة إزاي خليها تعيش مع رجل غريب وفضلت أمي على الحال ده لحد ما كبرت أكتر ودخلت كلية تجارة لحد هنا ما فيش كلام ممكن يتقل على مامتك يا ردو غير إنها ستة فاضلة قامت بدورها على أكمل وجه زي ما بيقولوا ستة ضحت رفضت نية تتجوز ومخصوص عشان إيه؟ عشان تفضل جنبك وما تحطكيش في أي موقف صعب ممكن يحصل مع رجل غريب طب إيه اللي حصل بعد كده؟ تعالوا نكامل وانا في سنة أولى اتعرفت على زمي اللي في الكلية كان أكبر مني بثلاث سنين وارتبطنا ببعض فترة لحد ما تأكدنا من مشاعرنا الكلام ده كان سنة 2015 وقرر ساعتها إنه هو يتقدم لي عشان تخطب بشكل رسمي وكل الدنيا تعرف علاقتنا في النور بس لما طلب مني أفتح ماما إنه عايز يتقدم لي وجهت ساعتها صدمة عمري اللي ما كنتش متخيلة إني ممكن أمر بيها واكتشفت وقتها إن أمي جاي لها واحد متقدم ليها عشان يتجوزها ولما روحت عشان أتكلم معها في الموضوع موضوع خطبتي قالتلي بالحرف الواحد استني أما كمل جوازي أنا الأول وبعد كده نبقى نشوف موضوع خطبتك طب أنا هنا محتاجة أقف دقيقة واسأل سؤال طالما مامتك يا ردوة كانت بترفض أي حد يتقدم لها عشان خاطر تربيك وتخلي بالها منك إيه اللي غير موقفها بالشكل الغريب ده طب يا طرى بقى الشخص اللي ظهر في حياتها فجأة ده كان فعلا حد كويس يستاهل نتغير موقفها عشانه تعالوا نكملوا نشوف بمجرد ما أمي قالت إنها هتتجوز حصلت مشاكل كتيرة جدا لأنه أهل أمي نفسهم ما كانوش موافقين على الجوازة دي بعد ما تأكدوا إن الراجل اللي هي عايزة تتجوزه شخص مش كويس خالص ومعروفة عنه النصب وسمعته مش كويسة وظهر ساعتها والدي واتدخل لأول مرة في حياتي وقال لي لو أمك اتجوزت الراجل ده أنا هاخدك تعيشي معايا مش ممكن أقبل أبدا تروحي تعيشي مع راجل غريب ومش كويس وكملت صدمة عمري لما خيروها بيني وبينه واختارت أمي إنها تتجوز وتسيبني وفعلا قطعت علاقتها بيها كانت أول مرة أحس إن أضهري كسر وسنة دي راح ما بقاش ليا حد بعد ما أمي بعيتني بكل سهولة بعد عشرة وتربية لمدة 19 سنة اتقهرت قوي يا سالي وحسيت إن رجعت طفلة تهيت من إيد أمها مش لقي أحد يرجع على البيت وفضلت فترة مكسورة مش مستوعبة لحد ما قلت لأ أنا مفيش حاجة تكسرني وهكمل وهنجح في دراستي مهما حصل وفضلت عايشة معنينا بعد ما أمي اتجوزت الشخص ده وكملت دراسة واتخطبت من زميلي اللي بيحبني ولما والدي يكلم أمي عشان يقولها على خطوبتي وجوزها رد عليه وقال له هي ما عندهش بنات بنتها خلاص ماتت وفضلت حوالي سنة ونص مش بكلمها ولا هي بتكلمني وبعد سنة ونص ما حصلش النصيب مع خطيبي وسبته خلصت الجامعة بتاعتي وحاليا بشتغل وأنا اللي بصرف على نفسي ورجعت أكلمها تاني بعد ما سبت خطيبي بس أنا تعبانة قوي مش قادرة أرجع زي الأول مش قادرة أصدق إزاي أنا هونت عليها للدرجة دي وعملت فيها كل ده عشان راجل غريب ويريته كان كويس ويستاهل مع الوقت جابت أمي من جوزها التاني بنت وولد عندهم أربع سنين وثلاث سنين وأنا لغاية دلوقتي لسه عايشة مع نينا وهي اللي بتربيني وبتجهزني لأن كل الفلوس اللي كنت بحوشها عشان أتجوز بيها أمي ككت بها باسمي في دفتر توفير كانت هي الواصية علي لما جدت تجوز راح تحولت كل الفلوس دي باسمها وجزء نصب عليها وأخدهم كلهم وصرفهم على نفسه أنا مش أقول غير حسب بي الله ونعم الوكيل فيه بجد ربنا ينتقم منه وحاليا بقيت عايشة بأزمة نفسية كبيرة وهي إني خلاص مش عارفة أرجع تاني أصق في أي حد في أي مخلوق مهما كان هو مين بعد اللي أمي عملته فيه حتى بعد ما رجعت أكلم أمي بعد ما سبت خطيبة عادت كلمة فترة وبعدين ما قدرتش أستحمل وأطعتها تاني المرة دي أنا اللي أطعتها مش هي لما تأكدت إن جوايا جرح كبير رافض إني اعتبرها أمي تاني زي زمان ده غير إنها مبقية جوزها وعيالها علي وأنا مش مهمة أنا كل ما بكبر ودماغي بتتفتح أكتر بكرههم أو يا سيلي بكره أمي بكره أبويا لأن هم السبب في كل أزا نفسي سايب أثر جوايا وأي كلمة وحشة أو كلمة إهانة بسمعها من أي مخلوق باعتبر إن هم المسؤولين عنها بعد ما راموني وسبوني بدل ما يبقوا الضهر والسند ما بقيتش عارفة أرجع أحب أمي تاني ولا عمري حبيت أبويا ولا بقى عندي ثقة في حد لدرجة إني ساعات كتير بفكر في الانتحار بس برجع عن اللي في دماغي بسبب إني بخاف من ربنا أنا دلوقتي عايزة أعرف هل أنا كده غلطانة في حقهم؟ هل ممكن بعد كل العملوه أتحاسب عليهم قدام ربنا؟ أنا لغاية آخر وقت كنت بعمل ربنا فيهم مش بعملهم هم لأن أنا لو عملتهم بمعاملتهم وحسبتهم بجد كان زمانهم كرهوا اليوم اللي جابوني فيه زي ما هم مكرهيني في اليوم اللي جابوني فيه ونفسي أواجه رسالة لكل أم وكل أب وأقول لهم لو أنتوا مش قد المسؤولية بلاش تتجوزوا يا جماعة ما تتجوزوش وترجعوا تبهدلونا معاكم لأن والله ما حدش بيتبهدل غيرنا إحنا أمنية حياتي كانت أني عيش حياة زي أي بنت في سني ألاقي بيت دافي أم وقب وإخوات وحياة مستقر قولولي أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة ردو اللي باين قوي من كلامها أن الزمن وقف بيها من وقت موامتها قالت لها استني ما فيش خطوبة غلما شوف موضوع جوازي لما موامتها تتجوز الأول ومن وقتها حياتها وقفت تماما من وقت ما كان عمرها 19 سنة لحد ما بقى عندها النهاردة 25 سنة وهي لس وقفة في مكانها طب ردو دلوقتي المفروض تعمل إيه بعد ما خلاص مش قادرة تسق بحد لا فيه ثقة ولا أمان في أي حد بعد اللي شافتهم موامتها وباباها عد ست سنين مش قادرة تتعافى من اللي حصل طب يا طرى بقى هتحتاج كم سنة عشان تقدر تخرج من اللي هي في ده وتبقى خلاص تمارس حياتها بشكل طبيعي غير إن الردوة دلوقتي عايشة مع جدتها مامت مامتها ما قطع مامتها تماما وباباها طب هتتصرف إزاي لو جدتها لقدر الله توفت حتى زي ما جدها سبها وتوفى ويا في عدى دي صغير هتعرف ساعتها تتحمل صدمة زي دي هتكمل حياتها إزاي لو ده حصل أسئلة كتير قوي في حكايتك يردو